السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم يا سابع ان شاء الله الجميع يكونوا بخير وسلام وامان يا ربي خلينا اليوم نكمل في درسنا اللي هو العمليات على الحدود والمقادرة الجبرية احنا انهنا انهنا كل اشي فيه كان ضاير علينا اخر مسألة ضلت علينا الحصة الماضية اللي هيتها مسألة قسمة ثلاثة سين صاد تربيع زائد ستة سين صاد على ثلاثة سين حكينا كيف بدنا نقسم مقدار جبري على حد جبري خلينا شوفكم مع بعض ركزوا كتير منيح معي شوفوا كيف بدنا نطلع الناتج طيب خلينا اكتبها هون على الدفتر اللي هي عبرة عن ثلاثة سين ثلاثة سين صاد تربيع زائد ستة سين صاد على ثلاثة سين لما يكون عندك مقدار جبري يا سابع على حد جبري المفروض انه اه نطلع هنا عامل مشترك نشوف العامل مشترك نحلل كل واحدة ونطلع العامل مشترك بعدين نشوف كيف بدنا نقسم اطلعي بحكي اه بدي احلل ثلاثة سين صاد تربيع لحال هي عبارة عن ثلاث ضرب سين ضرب صاد ضرب صاد صح؟ بنزل الزائد زي ما هو الستة هي عبارة عن اثنين ضرب ثلاث سين في صاد بنزلها ضرب سين ضرب صاد كل ياته هدا المقدار على ثلاث ضرب سين هلا تساوي ماشي الكل معاي هلا تطلعي تساوي بطلع الاشياء المشتركة بين هاد الحد وبين هاد الحد شوفي عنا ايش مشترك هي عنا هون في ثلاث وهم في ثلاث هون في عنا سين وهم في عنا سين في عنا صاد وهم في عنا صاد بطلعهم هدو ولكلياتهم برا القوس اللي هي ثلاث في سين هاي ثلاث في سين وسين اطلعناها وصاد وصاد مع ثلاث سين صاد هين برضو اطلعناها بنشوف شو ضل جوا ضل جوا القوس اللي هي هنا عنا ضل عنا صاد زائد بنزلها زائد اثنين وبسكر القوس على ثلاثة سين ثلاثة سين بيضلها متل ما هي هلأ يعني شو ضف عنا ثلاثة سين صاد في صاد زائد اثنين على ثلاثة سين هلأ شو بدي اعمل بختصر الاشياء متل بعض في البسط وفي المقام اللي هي عندي ثلاثة سين رح يصف الناتج يساوي صاد في صاد زائد تنين هلأ بدخل الصاد على القوس بتصير صاد تربيع هاي الصاد على القوس صاد في صاد صاد تربيع زائد صاد في اثنين اثنين صاد اذا الناتج رح يكون عنا صاد تربيع زائد اثنين صاد هيك بتكون المسألة بابسط صورة هيك بتكون خلصنا درسنا رح أبعث لكم مرقة عمل ان شاء الله خليكم تحلول إياها عشان بعدها نبلج فيه تمارين ومسائل يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر